السلام عليكم اعزائي طلبة طالبات واولياء امور الصف الثالث الاعدادي. ان شاء الله جايب لك النهاردة مذكرة مهمة جدا. المذكرة دي تقدر تسميها حرفيا مذكرة التلاتين من تلاتين. يعني لو انت عايز تضمن التلاتين درجة ان شاء الله. عايزك بقى تركز معي وتبدأ تقرأ المذكرة دي. وتذكرها معي النهاردة. طيب طبعا هسيب لك زي ما تعودنا رابط في صندوق الوصف. الرابط ده هتضغط عليها يحولك على ملف بي دي اف. الملف ده هو عبارة عن المذكرة. المذكرة مجانية هتحملها وهتذكر معي. لو انت طالب شاطر ولم من المنهج كويس لازم ترجع من المذكرة دي لان اكيد في حاجات هتكون فيتاك هتلاقيها موجودة ان شاء الله داخل المذكرة. طيب لو انا بقى الدنيا بايزة معي ولمتش حاجة من اول السنة صدقني المذكرة دي تقدر تلمها في يومين اتنين بس. ولو لمتها كلها انت كده حرفيا حرفيا تدخل تأفل زي اي واحد بيذاكر طول السنة. طيب المذكرة الشباب عبارة عن ايه? عبارة عن اهم كلمات موجودة في منهج تلت عددي الترمي التاني. الكلمات دي حرفيا هي اللي هتجي لك في امتحان اخر السنة ان شاء الله. لازم بقى لو انت طبعا انت مش هتحفظها كلها تاني. انت اكيد حافظ منها جزء كبير جدا. طيب لو انا مثلا حافظ منها صفحة مثلا. هي صفحة وش ظهر. الكلمات دي هنقرأها كلها دلوقتي بنطق كويس وهنقرأها ونفهمها. طبعا انت هتقرى معي الكلمات دلوقتي وبعد ما تقرأها هتلاقي الجزء التاني بقى وهو الجزء الخاص به تعريفات المنهج بالكامل. يعني ايه التعريفات دي يا مستر? التعريفات ده سؤال مهم جدا فيه سؤال اختياري. طيب وانا هحفظ التعريفات دي كلها? لأ طبعا ده انت هتحفظ الكلمات بالعافية. اما لا اعمل ايه? كل اللي عليك انك هتسمع مني التعريفات دي دلوقتي. وصدقني ان شاء الله مجرد ما تسمحها مرة او اتنين هتلاقي نفسك حفظ التعريفات كلها. طيب ازاي يعني بصر اسي دي اختصار شديد كل تعريف بكل كلمة سر. يعني كلمة هابيتات اللي هي بيئة او موطن هي ناتشرال هوم. فحنا هنعلم بها لكلمة هوم اللي هي موطن. نكتب عليها كده. بل بيئة هي موطن. لمين? لانبعته الحيوان. كل التعريف هنخطب الشكل ده. بمجرد ما تسمعوا انت كده اتقنته وبقيت ممتاز في اللغة. صدقني انت لو فهمة التعريفات دي تالت عدد بالنسبة لك سؤال اختاري وسؤال read and complete والقطعة التلاتة دول مفهومش اي مشكلة. طيب بعد كده بيكون في عندنا بعد طبعا من التعريفات المنهج بالكامل بيكون في عندنا جزء مهم جدا وهو جزء synonyms and antonyms. اللي هو شباب مطرادفات والمضاد والمعنى. يعني مثلا كلمة زي كلمة يحمي اللي هي protect طبعا هنقرأ الكلام ده كله هنفهمه دوله دي. protect ليها تلات تعريفات في المنهج. انت ممكن تكون حافظ اتنين بس لو انت ممتاز ومقفل المادة. زي مثلا save يعني يعني يحمي برضو. وkeep يعني يعني يحمي او يحفظ التلاتة اللي هو نفس المعنى. عندي preserve يعني يعني يحمي. يبقى انت خلي بالك بقى انا لم يملك الليلة هنا. خلاص? طبعا عكسوه يا مستر. يعني يدمر. يعني 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 محرض للخطر. يبقى انا عندي كده الكلمة دي خلاص بقى انا خلصت منها. طب هو انت يا مستر كل معاني الكلمات والانتنمز اللي امامهم في الورقة وش وظهر دول. دي والله كل المعاني وبالزيادة كمان. يعني انت لو انت بقى حافظ كتير جدا مع المستر بتاعك في الدرس. انا جايب لك بقى الخلاصة اللي هتلم بيها ليلة المتحان. تمام? والجزء طبعا الخاص به. طبعا انا مش ناسيك. الجزء ده بقى مهمة جدا وبيكون برضو سؤال في الاختياري. خلي بالك تلت عدادي خسارة تضيع درجة. المذكرة اللي قدامك دي مذكرة مهمة جدا. المذكرة كلها تامن صفحات. آآ طبعا كل حاجة متعلم عليها بالاحمر زي ما انت شايف كده المذكرة انتهت. نبدأ بقى شباب من الاول كده. طبعا بعد ما اتحمل المذكرة وتعمل كوباية شاية كده ركز معي في اهم كلمات ملحك تلت عدادي الترم التاني. وزي ما قلت لك ده منهجك وده مستقبلك. اوعى تسمع كلام حد يضحك عليك. القناة هنا من البداية خالص كنا بنشرح كل الاسئلة. اسئلة كتاب جام. اسئلة كتاب المعاصر. شرحنا قواعد بالكامل. وعندك برضو هتلاقي فيديوهات شرح اه قواعد المنهج بالكامل في فيديو واحد. وطبعا مقسمة. وعندك كمان اه جزء خاص بي البراجراف نزلت لك مذكرة. المذكرة دي هتلاقي في صندوق الوصف برضو. هسيبها لك. ونزلت لك لها فيديو لا يخرج عنها الامتحان ان شاء الله. طيب انا بقول لا يخرج عنها الامتحان يا شباب من خلال خبرة حل الاسئلة اللي احنا حلناها مع بعض. كل اسئلة اه ويك از اناف في كتاب المعاصر. ملحق كتاب جام. كتاب بيت بيت. لا سئلة اللي جات في الامتحانات اللي فاتت حلناها كلها بالتفصيل وشرحناها. فالحمد لله اللهم لك الحمد بالنسبة كبيرة جدا متوقعين الامتحان. ركز بقى في الكلمات المهمة اللي عليك. اول كلمة عندي كلمة ساحل اللي هي اسمها يعني ساحل. طيب بعد كده نايزك نايزك اسمه يعني نايزك اللي هي اشجار النخيل اللي هي اسلوب حياة الحياة البرية اللي هي العجائب الطباحية وخلي بالك كلمة فيها او. اما اللي بلقيه لقى دي معناها يتجول مش عايزينها خالص في تالتة اعدادية الترمي اتاني. انا عندي اللي بالاو اللي هي عجيبة يعني. اللي هي ازالة الغابات. عندي كلمة اللي هي عربة تجرها الخيول. كلمة يعني يعامل. طبعا عندي يعني يعني ينشر. اه شيء مسلا في جريدة او في كتاب. وهو مرتبك او متحير. طبعا يا شباب عندي كلمة اه محفوظ يعني عندي يعني 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 ممر دائري او دوران. يعني 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 بطاقة تعريف بولار بير الدوب القطبي هابيتات بيئة او موطن عندي فر اللي هي الفراء اللي هو طبعا بيغطي جلد الحيوان وناخد التعريفات دلوقتي أويزيس اللي هي واحة وطبعا أويزيس يعني واحات جمعها بالإي بقى خلاص المونجوس اللي هو النمس حيوان مهم جدا وتعريفه برضو مهم التعريفات مهمة زي الكلمات بالظبط الفيضان اللي هو فلد تراوت اللي هو الجفاف الجي اتش هنا سايلند اللي هو تغير المناخ أو تغير المناخي اللي هي طبعا غازات الاحتباس الحراري اللي بتنتج عن التغير المناخي كلمة إنك اللي هي الحبر كارتريج اللي هي خرطوشة الحبر وعندي لوم اللي هو النول وديه الآلة اللي بنعمل عليها السجات قديما يعني وعندي بعد كده يعني متطوع يعني كلمة يعني هنا بمحازات بمحازات النهر مثلا أو بطول النهر تمام؟ يعني متضمنا مستنقع أو منطقة رطبة أو هابتات يعني بيئة رطبة نكمل مع بعض كده اللي هو الشهب بعد كده كلمة مهمة جدا معناها يحاط بي اسمها وبعد كده عندي اللي هو بائع الصحف اللي هي ساحلي جاي من كلمة هنا في صفكس اللي هو اللي هي حفرية نوع أو أنواع أو فصائل تجي مفرد أو كما يعني منارة يعني بعيد كلمة مهمة جدا بتسوي كلمة فار وعكسها كلمة نير هتلاقي السيلنم والأنتنم موجودة في نفس المذكرة كلمة يعني حود بعد كده عندي يعني عنوان رئيسي كلمة صعبة النطق أو صعوبة النطق اسمها بعد كده كلمة يعني هدف مهمة جدا يعني مظهر خارجي وكلمة يعني صور أو سياج يعني الضفضع خلاص يا شباب ما أنت خلي بالك لازم تتذاكر الكلمات دي كلها وتحفظها يعني توضيح أو إضاح الرانجيتون اللي هو إنسان الغاب كراكال حيوان طبعا خاص به الحيوانات الصحراوية المصرية تعرفها هتاخدوا دلوقتي يا شباب بعد كده الوقود الحفري كلمة مهمة جدا اللاندفل سايتس اللي هي موقع القاء القمامة وكلمة يعني يمتص كلمة متجدد إعادة تدوير يعني النسيج كلمة اللي هو الخيوط اللي بنخيط بيها النسيج اللي هو الأماش يعني آمن هالسي يعني صحي كلايمت يعني مناخ سبيتش يعني خطاب أو حديث طبعا دي من أهم الكلمات الموجودة في المنهج بالكامل كل الوحدات يا شباب كلمة مقصود بها أعشاب كلمة مهمة جدا يعني مستدام بعد كده منتجات اللي هي وبعد كده يعني شتلة أو نبتة يعني قابل لإعادة الشحن بعد كده يعني ضخم يعني يدمر بتسوي كلمة دامج يعني يطلف يعني قوة أو طاقة يعني ينتج عندي كلمة تريجون بتجمعنا منطقة لازم تكون حفظها التصحر يصنع أو يبدع أو يبتكر هنا معناها محطة توليد طاقة شمسية محطة توليد الطاقة الشمسية طبعا يعني ألواح الطاقة الشمسية بعد كده ساتيلايت يعني قمر صناعي ستيشن يعني محطة إيفنت أحداث أسترونت يعني رائد فضاء وخلي بالك بقى ده اللي بيسافر للفضاء يعني ده اللي بيركب المركبة كده اللي هي وبيعمل ترافل بيسافر إلى الفضاء اسمه أسترونت أما التاني بقى شباب اللي هو بيذاكر وبيدرس الأسترونمر لازم تكون حارفة الفرق بينهم اللي هو عالم فضاء بعد كده عندي الصورس اللي هو المصدر التكنولوجي التكنولوجي في له يعني رفيق بعد كده اللي هي معناها مكافحة أو مكتهد كلمة مهمة جدا اسمها تويلر مبنى القبة السماوية وده اللي بييتم فيه دراسة البلانت والستارز كل التعريفات دي هناخدها دلوقتي ما تستعجلش يعني مهرض يعني بتيجي معنا أرض وبتيجي معنا يهبط اللي اتنين صح يعني جهاز استشعار وكلمة بريس بتيجي معنا الصحافة يعني عالق كلمة مهمة جدا معناها عالق لو فيه مصورة انفجرت فانت عالق في البيت مش قادر تطلع بعد كده ميديا يعني وسائل الاعلام بتيجي معنا أمبوبة أو مصورة لاتنين صح بعد كده عندي يعني حارس طبعا فاروق شوشا هو لقب بحارس اللغة العربية بعد كده عندي يعني بطولة يعني مهرجان يعني على ما يبدو أو بكل وضوح اللي هو المراهق ديفايس يعني جهاز سلوشن يعني حل انترنشاب يعني فترة التدريب كامل معايا كده أهم الكلمات عليك تلتة عدادة ترمي التاني محيط يعني أوشن باتري اللي هي البطارية أنرجي سيفينج لايت بالب طبعا لمبات موفرة للطاقة هي على بعضها يا شباب مصباح إضاءة موفرة للطاقة اسمه أنرجي سيفينج لايت بالب بعد كده بيقول لك كاربون فوت برينت اللي هي بصمة كربونية بروميس يعني يعد بامبو اللي هو الخيزران سي ووتر مياه البحر فرايتند يعني خائف لاندسكيب منظر طبيعي إنيشاتيف طبعا مبادرة سيدلينج جلمة مهمة جدا يعني شتلة أو نبتة أو فسيلة فارم لاند اللي هي الأرض الزراعية تيليسكوب اللي هو التيليسكوب وده طبعا الحاجة اللي بتكون بعيدة هو بيقربها بعد كده معناها دولي عالم فلكي وده اللي بيعمل بيدرس أو بيبحث في علم الفضاء طيب اللي هي مقصود بها عدسات وعندي يا شباب يعني قرن طبعا الجي بي اس ده نظام تحديد المواقع وده هتلاقيني سايبلك بارغراف كامل عليه بعد كده السيستم اللي هو نظام يعني الطقس يعني فضاء يعني يدور بتيجي معنا يدور مهمة جدا اللي هي المركبة الفضائية تقويم الأسنان أو الدعامة بعد كده اللي هو الشاهد اللي هو بيشوف الحدسة يعني أو بيشوف الجريمة اسمه رئيس التحرير بنسميه طبعا البس الإزاعي طبعا دي اسمها بروتكاستنج بروتكاستنج دي مهمة جدا طبعا الحياة المهنية كرير بعد كده يعني يتقاعد اللي هو يتوقف عن العمل بيطلع المعاشي يعني يبقى اسمها بعد كده يعني محافظ ناتشرال ريسيرف محمية طبيعية وكلمة يعني ممر يعني يعني حارة في كوب الدرجات ما كان يعني يعني العجل بيمشي فيه يعني مساعد وآخر حاجة يعني ينشئ أو يقيم أو يؤسس بتسوي كلمة طبعا دي مش كل كلمات تلت عددية ولكن أهم الكلمات يعني ايه أهم الكلمات شباب يعني الكلمات اللي بديك في المتحانات كتير والكلمات المقررة عليك في الترمي التاني مش الكلمات اللي هو جيب هلك بقى منقول عددية وتانية عددية طبعا انت المفترض انك انت حافظ كلمات المنهج بالكامل ولكن احنا هنا بنعمل سبوت كده على أهم الكلمات الجزء التاني وهو جزء تعريفات المنهج وده جزء مهم جدا هو اللي بيلملك المادة باختصار لو انت فاهم التعريفات هتدخل ان شاء الله تحل أي سؤال اختياري سؤال وإيه هتفيدك جدا فيه سؤال لانها هيبقى عندك محصلة لغوية وإيه فكرة كبيرة عن الجمل وتقدر تطلع أفكارك من السؤال ده تحديدا التعريفات يا شباب بتجي لي في السؤال اختياري بيجيب لي نقطة نقط يعني كده في الأول وبيقول لي التعريف قدامك يبقى أنا هنتفق معك على حاجة كل تعريف بالأحمر كل كلمة بأحمر هنعمل لها كلمة سر كده في الجملة بتاعتها عشان طبعا مش هتحفظ الجملة كلها طيب موطن يعني هوم أو بيت يعني فهي طبعا بيت أو موطن طبيعي لمين بقى دي أهم حاجة يبقى البيئة أو الموطن هي موطن طبيعي لحيوان أو نبات طيب يعني حفريات الحفريات يا شباب هي طبعا بقايا الأشخاص أو الحيوانات أو النباتات البقايا اللي جت من الحيوانات والنباتات من قديم الأزل دي اسمها اللي هي تحت الأرض و بتكون تحجرت طيب هي تعرفها يعني بقايا اكتب عليها بقى اول ما تشوفها يبقى دي فوسلز على طول يعني النبات والحيوان اللي هي بقت صلبة جدا وكمان تحولت الى ستون لحجار طيب هي اهم حاجة ان هي بقايا لحيوانات كانت عايشة في الماضي منذ وقت بعيد طيب كلمة أويزيس اللي هي معناها وحة ايه هي الوحة بقى الوحة الوحة دي منطقة جوة الصحراء يبقى هي منطقة في الصحراء ما لها بقى اللي بيكون فيها ووتر نفهم بقى الأوويزيس هي منطقة في الصحراء فيها ووتر يعني فيها مية وطالما فيها مية هيكون فيها ايه نباتي بل مكان الوحيد في الصحراء اللي بيكون في مية بنسميه أويزيس واحة بعد كده كلمة اكتب يعني نشيط ده طبعا بس أنا عايز دي بس هو دايما بيعمل حاجات دايما بشغول بحاجات خاصة الأنشطة البدنية يعني دايما بتحرك هو ده شخص بنسميه نشيط كلمة يعني عربة تجرها الخيول هي دي عبارة عن وسيلة موصلات هنا مبني المجول التي تجر تجر بواسطة حصان أو أكتر علشان تحمل الناس يبقى أنا عندي كده كلمة يعني تجر دي بتميز الكاريج العربة التي يجرها الحصان بعد كده عندي يعني نوع أو فصيلة يعني أو فصائل هي دي طبعا عبارة عن مجموعة من النباتات أو الحيونات معناها إلى آخره بالعرب المجموعة دي بقى بيكون نفس النوع ونفس المواصفات يعني فصيل أو نوع يعني ساحلي يعني أي كلمة ساحلي طبعا ساحلي أهم حاجة بتميزها يعني بجوار البحر طب حد بقول لها مستر برضو صح بجوار البحر أو بالقرب ايه يا شباب؟ أو بالقرب من البحر يبقى الكوستل الساحلي هي وصفة للأماكن القريبة من البحر الغابة المطيرة خلي بالك غابة مطيرة يعني فيها أشجار كتير فيها حاجتين طب ممكن نشل لي كلمة ستري ويكتب لي فورست برضو صح يبقى هي عبارة عن غابات وفيها ايه؟ أمطار كتير غراسلاند ايه هي غراسلاند؟ ايه هي طبعا البيئة العشبية أو المراعي دي عبارة عن هي منطقة كبيرة مغطاة بالحشائش الخضراء دي اسمها غراسلاند وممكن مزود ان هي ما بيكونش فيها جبال كاراكال الكاراكال ده حيوان صحراوي وصفه يعني قط بري دي اكتر حابة تميزوه عنده ودان طويلة وهو طبعا قط بري بعد كده اللي هو منخفض طبعا ده أهم حاجة أنه هو أقل أو منخفض أكثر هو أكتر جزء منخفض بالنسبة للأجزاء اللي حواليه دي اسمه وعندنا منخفض بهم جدا وهو منخفض الفيوم كلمة اللي هي الطول هو كلمية الطول لشيء معين يعني عجيبة أو عجوبة طبعا يعني حاجة بيتملأك بالإعجاب والدهشة بعد كده متحير أو مرتبك طبعا انت مش قادر تفهم بوضوح الأحداث اللي بتحصل حواليك انت كده مرتبك أو متحير طيب إزالة الغبات أكتر حاجة بتميزها يعني ايه كت داون يعني يقطع حرقة أو قطع الأشجار في منطقة دي اسمها إزالة الغبات اللي هي بقى تعريف مهم جدا اللي بيجي في المتحانات طبعا حيوان صغير بيعيش يأمي على اليابسة أو في المية اللي اتنين مع بعض بعد كده منجوسس اللي هو حيوان النمس وده تعريفه مهم جدا هو عبارة عن يعني حيوان بفره وبيقتل السعابين بتميزه وراتس والفقران إتسترا إلى آخرة كلمة بقى الفره يعني اللي هو معناها شباب طبعا طبقة كسيفة من الشعر بتكون على الحيوانات لبقى طبقة كسيفة من الشعر بتكون على أجساد الحيوانات الملصق التوضيحي وده طبعا يعني ورقة بتكون على شيء معين وبتديني معنومات كتير عنه طبعا التعريفات اللي قدامك دي هي أهم تعريفات في المنهج اللي هو موقع دفن النفايات طبعا التعريفات دي كلها موجودة عندك في المذكرة هتبدأ تذكرها على مهلك وموجودة عندك في الكتاب سواء المعاصر او جيم او بيت بيت احنا هنا بس لمنها على بعضها عشان تقدر ترجعها بشكل سريع الجزء اللي بعد كده وده جزء مهم جدا وهو جزء السينانيمز والانتنمز اللي هو المعنى والمراضف والمضادة طبعا نوحد مع بعض كده الكلمات بسرعة أول كلمة عندي كلمة بروتكت بروتكت يعني يحمي طبعا سينانيمز يعني معنى أو لها نفس المعنى برضه لكلمة ايه يبقى كلمة يحمي بتساوي ينقذ او يحفظ او يحمي التلاتة اللي هو من نفس المعنى بقى خلاص طب لو طلب منك بقى يعني ايه عكس او يعني ايه عكس او مضاد برضه يبقى اني عندك كلمتين هم يبقى عكسهم بقى كلمة ايه يدمر وايه تاني يطلب وايه تاني اللي هي طبعا يهدد بالخطر طيب كلمة ضخم يعني هي والج كلمة ديها شباب بتساوي في المعنى لها نفس السننمز لكلمة يعني ضخم برضو يعني ضخمة او كبير جدا يعني عملاق عكسها كلمة يعني يبدأ بتساوي كلمة يعني طبعا يبدأ لها نفس المعنى وكلمة عكسها كلمة او كلمة اند اللي هو ينهي انها عكس كلمة start لازم نحفظ الكلمة ومعناها وعكسها طيب قاسي يعني وبتساوي كلمة يعني برضو قاسي لها نفس المعنى وعكسها كلمة يعني عطوف كلمات كلها مهمة جدا يا شباب يعني رخيص عكسها طبعا او بتساوي كلمة اللي هي غالي السمن طيب سورة يا شباب اللي هي غير غالي رخيص برضو بتساوي كلمة طيب عكسها بقى كلمة غالي اللي هي expensive طيب كلمة تانية بتساوي كلمة غالي اللي هي costly يبقى كلمة costly غالي السمن عكس كلمة اللي هي رخيص طيب يدع او يسمح اللي هي let بتساوي كلمة اللاو يعني يسمح يبقى لها نفس المعنى بتجفر بناحنات كتير وعكسها كلمة يعني يمنع traditional يعني تقليدي بتساوي كلمة ancient old اللي هي قديم او تقليدي برضو طيب قى كلمة traditional قديم وانشنت قديم وكلمة يعني قديم عكسهم بقى كلمة حديث حديث اللي هي يعني مناسب طبعا بتسوي كلمة وعكسها كلمة غير مناسب يعني فضيع أو سيء بتسوي اللي كلمة وعكسها طبعا كمان عندي كل دولة شباب معنى هم سيء أو فضيع وعكسهم طبعا اللي هي رائع اللي هي جميل جميل وممكن تقول برضو جيد لها نفس المعنى مدهش أو جميل معتاد هنا معناها بعيد هنعدل بس كلمة معتادين نخليها بعيد بتسوي كلمة اللي هي برضو معناها بعيد دي بقى كلمة لها نفس المعنى شباب اللي هو كلمة ايه كلمة بتسوي عندي كلمة بعيد خلاص وطبعا هي بتسوي كلمة مسايا في عياني أو بعيد عكسها بقى قريب اللي هو near أو close أو nearby طيب بعد كده غاضب يعني بتسوي كلمة angry اللي هي غاضب برضو وعكسها هادئ أو cheerful يعني سعيد عكس كلمة cross أو angry بعد كده كلمة agree يعني يوافق بتسوي كلمة accept يوافق وعكسها يعني يرفض active يعني نشيط بتسوي كلمة energetic اللي هي نشيط برضو وعكسها lazy أو inactive يعني كسول absorb يعني يمتص بتسوي take in وعكسها كلمة give أو it بعد كده sure يعني متأكد بتسوي كلمة certain متأكد برضو وعكسها unsure أو uncertain در متأكد وعندي كلمة build يعني يبني بتسوي كلمة make أو create مهمة جدا بتجيب في المتحانات build معناها يبني بتسوي make أو create عكسها destroy يعني يدمر وعندي كلمة difficult يعني صعب بتسوي كلمة hard يعني صعب برضو وعكسها كلمة easy اللي هي معناها سهل beautiful يعني جميل بتسوي pretty أو attractive اللي هي معناها جميل أو جذاب وعكسها كلمة ugly يعني قبيع large كبير الحجل بتسوي كلمة big وعكسها كلمة small أو little صغيرة الحجل succeed يعني ينجح بتسوي كلمة pass أو achieve يكتاز أو ينجح برضو وعكسها fail يعني يفشل بعد كده ask يعني يسأل بتسوي كلمة inquire كلمة مهمة جدا معناها يسأل برضو وعكسها answer أو reply اللي هي معناها يرد أو يجيب وعندي كلمة rise يعني يرتفع بتسوي كلمة go up وعكسها كلمة fall يعني يسقط وعندي familiar يعني اعتاد أو مألوف بتسوي no وعكسها unfamiliar يعني غير مألوف طبعا بتسوي non اللي هي معروف أو مألوف suitable يعني مناسب وعنها بل كده شباب بعد كده يقل يعني reduce دي مهمة جدا وعكسها decrease يعني يزيد sorry يعني بعناها برضو decrease يقل reduce عكسها بقى اللي هي increase معناها يزيد grow يعني يزرع وطبعا بتسوي كلمة plant وعكسها كلمة harvest يحصل بعد كده كلمة plant بالمناسبة بمعنى يزرع وبمعنى نبات بتيجي بالمعنى هين يعني نكمل مع بعض عندي كلمة normally اللي هي طبيعي بتسوي كلمة usually generally وعكسها abnormally مهمة جدا وبتيجي في الامتحانات كتير يعني يصلح بتسوي بتيجي في الامتحانات كتير يصلح بتسوي كلمة يبقى لها نفس السنانيم يصلح برضو يصلح حاجة وعكسها يقولنا يكسر او يطلف عبر الانترنت دي اسمها online بتسوي كلمة يعني متصل بالانترنت وعكسها طبعا offline يعني ضوضائي او مزعك بتسوي كلمة يعني مزعك برضو وعكسها أو طبعا يبقى يبقى بتسوي كلمة quiet اللي هي هادئة طبعا عكسها شباب احنا قلنا noisy يعني مزعك عكسها quiet يعني هادئة يتقاعد دي معناها retire مهمة جدا بتسوي كلمة stop working يتوقف عن العمل قلنا يتقاعد اللي هو يطلع معاش يعني عكسها بقى يستمر بالعمل اللي هي continue working بعد كده بيسخن مثلا حاجة بنقول عليه warm اللي هي quiet hot الى حد ما حار او ساخن بعد كده heat يسخن بتسويها برضو وعكسها كلمة cool او freeze يبرد او يجمد وعندي كلمة female يعني انثة اللي هي woman اللي هي سيدة يعني وعكسها male يعني يذكر لسوء الحظ unfortunately بتسوي كلمة luckily اللي هي لسوء الحظ برضو وعكسها لحسن الحظ اللي هي fortunately rice يعني يعلو او يرتفع بتسوي كلمة increase اللي هي زداد وعكسها زي ما قلنا decrease يعني يقل او تنخفض link يعني يصل او يربط بتسوي كلمة join او connect وعكسها disconnect يعني يفصل طيب مغلق يعني closed بتسوي كلمة locked وعكسها open يعني مفتوح sec يعني سميك بتسوي كلمة heavy يعني تقيل او سميك او حي كبيرة وعكسها sen يعني رفيعة بعد كده local يعني محلي بتسوي كلمة regional يعني اقليمي وعكسها global او international اللي هي دولي او عالمي مهمة جدا برضو وبتجي في الامتحان leave يعني يغادر بتسوي كلمة depart وعكسها come او arrive يعني او يصل طيب بعد كده شباب عندنا correct يعني صحيح بتسوي كلمة accurate مهمة جدا وعكسها wrong او false خطأ يطور او ينمي اللي هي develop بتسوي improve يعني يحسن ويطبعا neglect يعني يعني يهمل عكسها positive يعني ايجابي بتسوي كلمة hopeful او confident او عكسها negative او طبعا uncertain positive يعني ايجابي قلناها wait يعني ممتر او رطب دي بتسوي كلمة training يعني ممتر برضو وعكسها bright يعني gaffe real يعني يعني غير حقيقي love يعني يعيش بتسوي كلمة survive وعكسها buy يعني يموت natural يعني طبيعي بتسوي كلمة normal وعكسها man made اللي هي من صنع البشر او artificial يعني صناعي طيب بعد كده يقول لي several معناها عديد او كسير بتسوي كلمة many عكسها في اللي هي معناها قليل confusing مرتبك اللي هو قبل كده not clear يعني غير واضح وعكسها كلمة clear اللي هو واضح strange يعني غريب بتسوي unusual قلناها لسه فوق اي لنها bright يعني صافي او رائق بتسوي كلمة clear اللي هي واضح او صافي برضو وعكسها polluted ملوث دي خاصة بالمية يعني مية صافية بنقولها لها bright find out يكتشف بتسوي كلمة discover مهمة جدا وعكسها hide يخبئ او اه يعني يخبئ برضو واخر حاجة عندي كلمة famous يعني مشهور بتسوي طبعا popular او unknown وعكسها unknown او unpopular غير معروفة طيب ده الجزء الخاص بي زي ما قلت لك هسيب لك المذكرة في رابط الرابط ده هيحولك على ملف مجاني من غير اي حاجة تبدأ تنزل 80% من المذكرة صدقني ان شاء الله هيحذفك الحظ وتجب 30% طيب بعد كده اهم الصوفيكس والبريفكس طيب زي ما انت شايف كده انا عمل لك بالاحمر يعني الحروف اللي في الاخر او الحروف اللي في الاول فانت بقى زاكي شوية يعني لما تلاقي الحرف اللي بالاحمر اعرف ان دي صوفيكس خلاص لما تلاقي حرف اللي بالاحمر في الاخر يعني بيتيتجي في اخر الكلمة وبتحول الى صفة بتحول الى صفة يعني كلمة تحول الفعل يعني الى صفة كلمة اللي هو يعطني لما تحطلها فدي كده يا شباب اسمها الصوفيكس بتاعها يبقى انا عند في الامتحان هيجاب لي كلمة ويقول لي بتحط له الصوفيكس ايه هو فانت حافظ بقى في الامتحان yeبقى انت مطلوب منك تحفظ الكلمات اللي بتاخد في الافر كلمة كيرفول اللي هو حريص متعاون ملون مفيد يعني نجح احفظ بقى الكلمات دي ومجرد بس ما ترددها معايا مردين تلاتة كده انت هتروح لامتحان او ما تشوف كيمة كير هتعرف للنقصة وهيكون جابها لك في الاختيارات اللي بعده طبعا ده صافيكسة مهمة جدا وبيحول الفعل برضو الى اسم وبيجي في كلمات كتير جدا كلمة اللي هو يلوس تحط لها في الاخر او في الاخر فتبقى اللي هو التلوس والمقطع ده مقطع بيتنطق شن عشان تبقى او اخب بالك فكلمة اللي هو الاسم نفسه بقى التلوس نفسه خلاص الاتجاه نفسه الموقع نفسه الاختراع نفسه يعني اخترع هطينا في الاخر هتحول الى انفنشن بدا صافيكس بيجي في كلمات كتير جدا بيحولها الى الاسم نفسه اللي هي المجموعة يعني معرض اللي بتتحطي فيه اخر الكلمة بتحولها الى صفة زي يعني جميل او جذاب يعني غالي بتحفظهم بقى خلاص لازم تحفظهم طبعا وهي بتكون العكس على طول يعني انت ما بيطلب منك احيانا في الانتحان ايه بقى البادئة اللي بتديني عكس الكلمة طبعا هي زي ما تقولي مثلا طبعا واحدة واحدة كده غير طبيعي انيوجول غير عادي انهابي غير سعيد انكايند غير طيب وغير عطوف بتساوي كلمة كرول بتساوي لنا فوق انيوجولي وانايبل غير قادر وانبوبيلر غير مشهور وانساكسيسفول غير ناجح وطبعا انورد يعني غير قلق دي طبعا بتكون عكس اي كلمة the ing في اخر الكلمة او في اخر الفمل تحديدا بتحول الفعل الى صفة خلي بالك القادة دي علينا اصلا طيب تعال نشوف كده including paintings طيب احنا نقولنا painting او paint يعني يعني يرسم او يدهن او يلون لما اضطلوا ing فتبقى painting الرسمي نفسه play يعني يلعب لما اضطلوا في الاخر ing تبقى playing اللعب نفسه swim يعني يسبح تضطلوا في الاخر ing تبقى swimming السباحة نفسه خلاص افهم القادة وذكرها كمعس الطبعا احنا هم بتحول الى اسم او الى صفة عشان يعني شيق الاجتماع طبعا طيب بعد كده دي صفكس مهم جدا بتيجي مع كلمة واحدة اللي هي كلمة بتحطي لها بالاخر فتبقى اللي هو خطير يعني فده اسم او صفة برضو لا سوري بتكون الصفة من الاسم يعني احطي لها بتدين الصفة منها اللي هو طبعا دي بدأة بتيجي في اول الكلمة زي وطبعا اللي هو طبعا وبتدين العكس بأدب بغير الأدب اللي هو طبعا بتيجي بمعنى مستحيل بعد كده عندي اللي هي بتحول الى صفة زي كلمة طبعا وطبعا يا شباب ودي طبعا بتيجي مع الاتجاهات الأربعة وبتحولها بقى الى الغربي والجنوبي وهكذا او غربي وجنوبي وشارقي طبعا بعد كده ودي مهمة جدا ودي بتحول الى اسم وتحديدا اسم الشخص اللي بيعمل الحاجة يعني مثلا يعني يتحدث لما قول سبيكر المتحدث نفسه خلاص يعني يلعب لما قول بلاير اللاعب نفسه يبقى ايه هو بقى الصوفيكس اللي بيديني اسم الشخص اللي بيعمل الحاجة هو طبعا لازم تحفظ الحاجات دي كلها اللي هو البناء كل حاجات دي لازم تحفظها الى اي ار بيتيجي في الاخر بتحول الى الاسم نفسه يعني يعني انفوز بحط لها في الاخر تبقى ونر خلاص كده يبقى لازم تحفظها طبعا طبقى الار اي الار اي دي بادئة خلي بالك وبتعني اعادة فعل الشيء مرة اخرى الار اي معناها اجين من الحاجة دي زي ايه يا مستر زي رايت رايت يعني يكتب لما تحط لها في الاول كده ار اي فتبقى ري رايت اعادة الفعل مرة اخرى اعادت الكتابة طب سايكل حط لها ار اي في الاول تبقى ري سايكل طب يوز يعني يستخدم ري يوز اعادة الاستخدام طب تشارجبل حط لها اری في الاول فتبقى ري تشارجبل خلاص كده دو يعني يفعل تعطي لها اري في الاول تبقى ري دو اعادة الفعل بلاي تقول لها براي يبقى البادئة اللي بتيجي في اول الكلمة وبتدينيه اعادة الفعل مرة اخرى اللي هي الار اي لازم تحفظ طبعا الكلمات اللي ايه اللي باللون الاحمر دي مهمة جدا. ودي بتكون العكس برضو. زي كلمة اللي هو غير منتظم. تحول الى صفة. زي كلمة تحول الى صفة. ودي مهمة جدا. طبعا اهم الكلمات كلمة وكلمة دون مهمين جدا. اه وكلمة يعني عالمي وناشنال. لازم طبعا تذكرها ويتحفظها كواس جدا. بعد كده وهي بتحول الى صفة برضو. زي كلمة او طبعا. وتحول الى آآ اسم زي كلمة خلي بالك دي بادئة في الاول اللي هي خلاص بتحول الى الصفة. الواي لوحدها خلي بالك مش الواي. الواي بتحول بعض الكلمات الى صفة زي كلمة اللي هي ممطر وعاصف يعني ومحظوظ وهكذا. طب دي من اهم البادئة زي ودي بتدي العكس. يبقى الدي اي اس والآي ام بيدوني عكس الكلمة. ولازم تحفظها. لازم تحفظ الكلمات ده شباب مهمة جدا. الواي دي بتجي في متحال كتير. الواي بتحول لي الى الحال من الصفة. يعني الواي تحول حال او ظرف. يعني اي كلمة اي صفة اخرى بتبقى الحال. يبقى لما يطلب مني بقى البادئة او الصفة اللاحقة. اللي بتديني يعني الحال او الظرف. طبعا هي الواي. زي كلمة ومالي. خلاص يا شباب يبقى انت لازم تحفظها برضو. واخر حاجة عندي الان اي اس اس. ودي بتحول الى الاسم زي او كايندنس او داركنس او بتجي في المتحالات برضو. وعندي ودي بتكون عكس الكلمة زي طبعا دي بتديني العكس الجديدة بقى هي وخلي بالك اكتر حاجة بتجي لك مهمة جدا خلاص كل الكلمات دي طبعا بتحفظ ان لها بدئة هي طيب عندنا برضو زي كلمة جابانيس ودي بتديني طبعا الجنسية او بتحول الى صفة ياباني يعني بتكون العكس في كلمة تحول الى اسم زي او طبعا اه ايجيبشن وهكزا ودي بتحول الى اسم فعل زي او صاينتست اللي بيعمل حاجة نفسها اللي هو الفنان والعالم والجورناليست اللي هو الصحفي. في معلومة كده كده كانت جات في كتاب بيت باي بيت عشان كده كبتها لك ان كلمة في دي معناها بينها خلاص فلازم برضو احنا نذكر لك كل الحاجات دي. بتحول زي اه طبعا كلمة دي بتيجي في متحان كتير لاسم الشيء نفسه اللي بيعمل الحاجة. تحول الى الجنسية او اللغة. اه طبعا اللي هي البولندي يعني. بتحول الى الاسم زي وطبعا في كلمة دي بتحول الفعل الى صفة. خلاص اللي هي سيدلينج. وبعد كده برضو عندي كلمة اه حرف الاي بيجي مع كلمة اللي هو طبعا على قيد الحياة. زي كلمة اه مسابقة. والال بتكون الصفة من الاسم زي اه طبعا بعد كده شباب اي تي اي او ان بتجي في كلمة وعندي كلمة ودي بتدي عكس المعنى ودي بتيجي في امتحاناته بيكون صعبة جدا عكس كلمة بيتحط لها بادئة اللي هي عشان تبقى طيب. الجزء اللي موجود قدامك ده شباب هو اه جزء بالكامل اللي عليك في المنهج. ولما اقول لك منهج تلت تحت دي بالكامل دي مش حاجة سهلة ابدا. يعني انا عايز الناس كده اه ما تستقطرش المذكرة على الحاجة. ده منهج الترمي بالكامل. يعني المذكرة دي معمولة عشان تجيب التلاتين من تلاتين. فالو انت بقى طلعت من الفيديو ده باستفادة خمسين في المية حتى. فانت مستهلك يزيد جدا وتجيب خمسة عشرين من تلاتين سبعة عشرين من تلاتين. او ان شاء الله تقفل. اتمنى ان المذكرة تفيدك. المذكرة بين ايديك مجانية تلات عدادة دفعة غالية جدا جدا جدا. ربنا يوفقكو كلكم. ما تنسنوش في دعاكو. وان شاء الله في اولى سنوي قابلكو على خير. وتكونوا كده ان شاء الله جايبين درجات حالية وفرحانين بازن الله. ربنا يحتاج حاجة يا شباب. يبعت لي على الرقم بتاعي على الواتساب وانا انالي. السلام عليكم ورحمة الله بركاته.